المشاهدين فنعود لمتابعة الحراك الطلابي بالولايات المتحدة حيث تنضم إلينا عبر الإنترنت من نيويورك. روز عطلة طالبة بجامعة نيوي بولاية نيويورك وهي عضوة اتحاد طلبة من أجل العدالة في فلسطين. أهلا بكي روز. أريد أن أسمع منك في البداية رأيك بالاحتجاجات واتساع هذه الاحتجاجات لعدد من الجامعات الأمريكية. وكذلك رأيك فيما يتعلق بطريقة التعامل معها. شكراً السبب الرئيسي الذي جعل الطلاب يعتصمون في الجامعات في الولايات المتحدة وكندا وفلعالم. هو الطلب العدالة لأطفال غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية ولمذبحة وقصف وحشي من إسرائيل. مادياً وعسكرياً من قبل النظام الإمبريالي الإسرائيلي. واجبنا هو أن نحتج على هذا القصف وهذا الاعتداء. هذا أكثر من كونه دعماً للفلسطينيين ولكن للعدالة في العالم. وقد أصبح موقفاً من الطلاب الذين يرفضون مثل هذا السلوك. ونرى ما رأيناه في السبعينات من أمريكا في الفيتنام وغيرها والآن في فلسطين. وهناك بالنسبة للمعاملة العنيفة للطلاب من خلال عقوبات وإقصاء واعتداء بدني. ليس فقط من الشرطة المحلية ولكن أيضاً من الشرطة الفيدرالية. روز أنت تتحدثين عن مطالب لكن هناك مسؤولين أمريكيين يحاولون تشويه هذه الاحتجاجات وهذه المطالب. كيف يمكن أن يؤثر ذلك على هذه المطالب التي تدفع بها هذه الاحتجاجات؟ أعتقد أن طريقة معارضتنا في الأساس من المفروض أن تكون سلمية ولا ليس منذ السبع من أكتوبر. وحتى قبل ذلك كان هناك تاريخ من الموقف الدعم للعرب والفلسطينيين لأننا نعرف حقيقة كيف أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في ممارساتها. وبسبب ذلك فالولايات المتحدة لم تريد أن تظهر الخطاب الحقيقي لما يجري وتحاول أن تغطي وتجد أعذاراً لسلوكيات إسرائيل. وهناك في حكومتنا بشكل خاص يمينيون متعصبون يرون أن المطالبة بمثل هذه الحقوق هي معادات للسامية ولكن هذا لا علاقة له بمعادات السامية. نحن نبني نوعاً من العلاقة ما كانت لتوجد لو لم تقم هذه المظاهرات. الناس يحاولون أن ينشروا أفكار أن هذا الخطاب هو خطاب عدائي. الصوت متقطع. طيب روز هل ترين بأن القمع الذي تنتهجه بعد السلطات في بعض الجامعات يمكن أن يغير من أفكار الطلاب أو حتى من مطالبهم؟ أعتقد أنه بالعكس يدعم حماسهم لهذه الأفكار. مثل جامعتي في نيويورك طلبنا من الجامع أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل وأن تتخذ موقفاً لضرورة إيقاف المذبحة ضد الأطفال والنساء. ولو نقلت الجامعة هذه الأفكار ولكنها رفضها الدعوة وإجبارنا على هذا أمر فيه نفاق. روز وصلت بكل الأحوال الفكرة. روز عطلة طالبة بجامعة نيويورك بولاية نيويورك وأنت عضوة اتحاد طلبة من أجل العدالة في فلسطين. شكراً جزيلاً لك.